عن العلقمة الأسود أن الرجل نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبة فقالت عائشة إنما كانش زيئة كأن رأيتها أنت غسل مكان فإن لم ترى أن ضحت حوله ولقد رأيتني أفرقه من ثوبة رسول الله فرقا فيصلي فيه ده الحديث برقم 288 في صحيح موسى معيها سمعني؟ اي معاك سمعك موجود في الحديث رجل المبهم وهو أن الرجل نزل بعائشة وعندنا في كشف الغوامض في الأسماء المبهى اختلفوا على ثلاث أشخاص هذي أنا جاوبتها أنت مو اتصلت بي وناقشنا هذا الموضوع اه ناقشنا بس أني بتفصل لا 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 ما فصل جاوبتك أنا قلت لك مختلف طيب أنا راح أجاوبه قبل ما تكمل مادام مختلف فيه فلا تستطيع أن تحدد هو عبد الله بن شهاب الخولاني فما زال مبهما بعدنا من نفس الدائرة حلو بس الثلاث روايات اللي هي عبد الله بن شهاب الخولاني أو همامي بن الحقارس أو الأسود بن نوفل النخي الثلاثة ليهم روايات فلو بصينا في الروايات بقى نقرأ بقى الثلاث روايات لو سمحت اسمعها بقى الثلاث روايات لا ما أسمع الثلاث روايات أعرفه لا 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 هي كلها جنابة وملحفات أنا أريد أن أسمعها للمشاهد المشاهد يسمح أنا قائلها قبل لا الله يخلقك قبل لا أبوك يزوج أمك على سنة أبو حنيفة أنا قائل هذه الروايات رواية عبد الله بن شهاب الخولاني ورواية همام النخي ورواية الملحف الصفراء والملحف البيضاء أنا ذاكرين أنا أريد أن أقول أنا أريد أن أقول للمشاهد يسمحوا عن همام بن الحارس يلا تفضلوا اسمعوا مقامات عالية أخواني يلا خلي المقصرة يلطمون على رسمه اتفضل اتفضل اسمع الرواية الأولى عن همام بن الحارس أنه كان عند عائشة رضي الله عنها الله عنها فاحتلم في أبصارات مجارية لعائشة وهو يغسل أصر جنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أطبقه من ثوب رسول الله في الرواية في الرواية موجود فاحتلمة في أبصاراته الجارية في أبصاراته الجارية لو مع الجارية أبصاراته ليه بقى عائشة مش هفضلوس معنا كل هم اللي كونش في نفس البيت يبقى كل ما فيش جماعة خالص ده لو كان مين همام بن الحارس معايا ايه كمل كمل الله الكلة أول واحد يبقى يا آله عيوش الله يا آله عيوش يبقى عائشة ايه كمل رواية تانية رواية ثانية عبدالله ابن شاب الخولان ما شاء الله ما شاء الله الرواية ه THE THANIA ونعرفها طيب طبعة الثالثة كنت نازلة على عائشة فاحتلمت في ساوبي فغمستها في الماء فرأتني جرعي العائش الله الله رأتني جرعي العائش معنا كله إني عبدالله ابن شاب الخولان برضو ما جامعشnings هذا جديروية تاله نل 있어서 رواية ثالثة ثالثة هاي قوية جدا قوية يعني كل شي بيها المقامات العالية كلها ايه تفضل رجاءنا اللي ما يتحمل يطلع اللي ما يتحمل يطلع اخوان رجاء هذا بعده هذا الغلو سواء طيب يلا يلا اخذتنا بغير عالم والله سفرها سبحان الله شلون مقاماتها حدثنا لابدتنا جرائر عن غيره عن الرحيم قال نزل الأسود على هائش فبعثت إليه عائشة عيد عيد نزل الاسود على عائشة فبعثت إليه عائشة آئا يا أيه كمل نزل الأسود على عائشة ايه فبعثت إليه عائشة ايه فبعثت كلها برضو اللي تنمش بنفس البيت لا لا مو بنفسي لله مقامات عالية ايه مقامات عالية إبقى كلا ما فيه الجماعة إنت بقى إزاي بقى فاهمني إزاي بقى بتقول إنه إنه كلا إنه عايشة زانية فاهمني بقى لا لا ما فيه وإنت الآن إيش اللي عملت يعني الآن ذكرت إن روايات المناقب العالية والآن نص الشيعة المقصرة بدأوا يلطمون على رأسهم لأن ما يتحملون هاي المقامات العالية يقولون هذا غلو فإنت الآن إيش سويت من ذكرت هاي الثلاث روايات يعني ما هي النتيجة الثلاث روايات مذكور فيهم إنه فبعثت فراءته جارية لعائشة فأرسلت إليه كلا معناهم هم الثلاثة مش في نفس البيت يبقى الثلاثة لبقى كلا عائشة زانية بدل ما هم الثلاثة مش في نفس البيت في شي لازم تعرف نحن حينما أشكلنا في روايات عائشة عند السنة لم نقل أن الروايات في تفسيرهم تقولوا بالزنا لأن هم عندهم لازم لازم الهاذ بالهاذة هم عندهم لازم وإلا كثير من السنة تصلوا بي قالوا الباقي حلال يعني أنا أذكر أذكر أنا أذكر المشاهدين الآن يذكرون وياي ما يكذبوني سس سبع متصلين من المغرب من السعودية والله العظيم كانوا يقولون سائر الاستمتاعات تجوز بس بشرط أنه ما يسوي دخول ما يصير زنة وإلا الباقي حلال يعني وإذا سوت وإذا سوت أنت الآن جالس يتحدثني بهذا المنطق يعني تقول لي أنه هي أهم شيء ما زنت أهم شيء ما سددت يعني حافظت على فرجها وإلا الباقي إنسان يجي يلعب بيها يجي يستمتع بيها عادي بقية الأشياء لأن لا تركت هم كانوا ينزي طلبة العلم لماذا كانوا بيجنبهم لم كانش فيه لم كانش فيه في المدينة غير سيدة عائشة العالمة العالمة في الميني عالمة في المني بس رد بس علي رد علي ما تحرفش بس رد علي انت قلت ما كانش غير ست عيش عالمة عالمة في ايه في المني صح انا اثبتت دلوقتي انهم انش في نفس البيت رد علي كل واحد حاطته بيت وتروح لورا ما تخلص انت شنو سويت جال ما يعني شنو يعني واذا يعني متروف هو اريد على شنو اريد اتت وزعتهم بس يعني لا اكتر ذكرت الروايات وقلت همه بمو بيت واحد ايه كانت حاطتهم كل واحد بقي غارون شوي اسم الله عليك عندهم غيرة كانت ما يقبل يشوف هو ايه واحد غيرة امامه بس من ورا عادي اسمه هاش بيه هذا انتم مرضى والله بيكم شي مو طبيعي يقولون العهر ليش منتشر فيه عند اديان السنين يلا تفضل يا امير معايا شكرا لك شكرا لك عزيز شكرا لك مشكلة راح ابقى اتكلم ويابقى هو مجايفته صدق مجايفته تعرفون المناظر يعني اتصاله على ماذا انه ما كانوا ثلاثتهم ببيتي لازمين عائشة كانت تتخلص من واحد تروح للثاني في بيت الثالث تخلص من الثاني تروح الثالث في بيت الثالث فيقول يعني شن المشكلة ما سوت حرام جمعتهم بنفس اللحظة وحتى يعطونها مني ما سوت حرام هو يقول للاخ المتصل من مصر يقول كل واحد كان ببيتي وبحيث هي ما تحسسهم انه هي الآن نزلت من ابي قتادة رايحة على ابي معشر ما تحسسه ولا تبين له هي الآن نازلة من عملية الجماع ما تبين له تخفي كل شيء تفركه وتأكله وانتهى الموضوع يقول فشن المشكلة يعني يعني ما هي هي المشكلة انت شنو يعني وزعتهم يعني اهل هلك مثلا انت بياه فرحة امك بيك اصلا يعني انت فرحان وزعتهم كل واحد ببيت يعني